صلاة الجماعة الحمد لله معروفة الأحكام والمؤمنون بفضل الله يمارسونها هنا فقط من باب التذكير أنا أذكر بها أنت أيها الإنسان إذا أنت عاقل في أمور الدنيا عادة نتدور وين أكو عروض وين أكو تخفيضات وين أكو شيء في الأيام العادية الثلاثة في الأيام العادية يباع الواحد منه بعشرة الآن في أيام التخفيضات ثلاثة بعشرة تدورها دوارها وتروح تطلع مشوار صحيح لو لا زين هذه صلاة الجماعة أكازيون دائم وطول الوقت نفس الوقت اللي أنت بتصلي صلاتك بواحدة إذا صرت مأموم في عدد محدود صارت بخمسة وعشرين خمسة وعشرين صلاة في بعض الروايات بخمسين طبعا هذا بحسب العدد وبحسب النية وما شابه ذلك لكن نقل سيد اليزدي رضوان الله عليه في العروة الوثقى وغالب العلمات تلقوا هذه الرواية لشهرتها بالقبول وحيث أنها مما وعد فيه الثواب تشملها قاعدة التسامح في أدلة السنن على جميع المسالك فإذا تجاوز المأمومون عشرة أشخاص الرواية تقول فلو أن الملائكة كتاب والجن والإنس حساب والأشجار أقلام والبحار مداد وأرادوا إحصاء فضل تلك الجماعة لما قدروا على ذلك هذا بعد مو ضعف ولا ضعفين ولا سبعمائة ضعف عندنا صدقة الضعف إلى سبعمائة ضعف ثم يقول والله يضاعف لمن يشاء هذا الشنو بعد تعجز الأرقام حقيقة إذا واحد عند هذا العرض الدائم صلاة الظهر رح يصير لك هالشكل صلاة المغرب والعشرة رح يصير لك هالشكل البيت قريب منه صلاة الجماعة قريب بمستواك يعني سيارتك تحتاج إلى عشر دقائق بس فإذا ترك الإنسان صلاة الجماعة والحال أن هذا العرض قائم عنده أليس خسرانا مبينا مو خسران مبين هذا واحد يقوله إلى أمس كان السيارة الفلانية بمئة وخمسين ألف اليوم فقط بمئة وخمسين ريال ثم لا يشتري عندها المئة وخمسين ريال كل الناس يلومونه مع حاجته إلى السيارة ولا يشتريها مع أنه انخفض سعرها من مئة وخمسين ألف إلى مئة وخمسين ريال فقط فلا يشتريها لا يبقى أحد إلا ويعاتبه بعض يتهمه بتقصير بعض يتهمه بعدم الحكمة هذا الأمر موجود في الصلاة صلاة الجماعة بجنبك مئات الآلاف تتضاعف حسناتها أنت تترك هذا وتصلي في بيتك ما يعجبك هالإمام وهالمسجد روح إلى ذاك الإمام والمسجد الآخر ما يعجبك القريب روح إلى البعيد وعلى هذا المعدل شكرا